فسدنا النبي صلى الله عليه وسلم أول من ندى بتشجيل البيئة عارف لآخر لحظة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا قامت الساعة يلا يا عبد إذا إيه قامت الساعة يعني القيامة قامت يعني خلاص خلصت قضي الأمر نعمل يا رسول الله قال إذا قامت الساعة وفي يبي أحدكم فسيلة فسيلة من هو الشكلة النخلايا الصغيرة بتتزرع النواية وبعدين على ما تكبر تبقى نخلص غمانة كده يغضوها ويغنسوها في مكان ما عشان تكبر فسدنا الموضوع إيه ممكن داخد عشر سنوات على ما النخلة تقوم وتسمر وتطرح يعني وتنزل برح لكن النبي قال إذا قامت الساعة اسمعوا إيه محمد يبتع البيئة أيوة إذا قامت الساعة وفي يدي أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها يا رسول الله ده الإيامة قامت قال لك أنت مالك يعمل عليك جاهد لآخر لحظة جاهد لآخر سنية والعلم قالوا يا أم إذا قامت الساعة يعني القيامة نفسها قامت أو إذا قامت ساعة أحدكم يعني أنت نفسك خلاص شرفت على الموت وده حصلت معا النبي صلى الله عليه وسلم برضو شجع على تشجير البيئة وعلى التوازم البيئي عمل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يا جماعة يبتع البيئة اسمعوا ما من مسلم ده سيدنا النبي يغرس غرسا أو يزرع زرعا يغرس بقى شجرة نبات زرع أي حاجة خضرة ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو حيوان أو نبات إلا كان له به صدقة سلام على الجمال شوفوا دلنا شوفوا نبينا يعني نبي بيشجع على التوازم البيئي وعلى تشجيل البيئة بقولك ما فيش حد يزرع شجرة أو يزرع زرع أو يزرع نبات فييجي إنسان يأكل منه أو يستظل به أو حيوان فيأكل منه إنسان أو حيوان إلا كان له به صدقة بأبي أنت وعمي يا سيدي يا رسول الله وزي النبي نشجع على تشجيل البيئة يبتع البيئة سيدنا النبي برضو نعى عن قطع الأشجار وعن تعريض البيئة يعني هو دعا للنظام البيئي برضو ماذا على عدم ماذا بوقف السلوك العدواني على البيئة قال صلى الله عليه وسلم من قطع شجرة من قطع شجرة يستظل بها الناس ظلما من قطع شجرة يستظل بها الناس وفي رواية في فلاه يعني في مكان ما فيه الظلم خالص من قطع شجرة في فلاة وفي رواية سبرة في فلاة يعني صحراء فلاة يعني صحراء يستظل بها الناس ظلما ما لرسول الله إيه جزاءه إلا صواب الله رأسه في النار يا جماعة يا بتقول البيئة اتعلقوا من سيدنا النبي ترجمت الحديث إيه بقى يعني اللي يقولك لما تلاقي شجرة حافظ عليها ويقوله الجماعة بتقول الأصار حتى في بعض الأشجار الشجرة عدت المئة سنة والمئتين سنة يقولك دي بقت أثر خلاص لا يقطع النبي دع بهذا الحفاظ على البيئة قال ما تقطعش شجرة يستظل بها الناس وإنها يقطع شجرة يستظل بها الناس ظلما وعدوانا صوب الله رأسه في النار إيه رأيك في سيدنا النبي محمد هذا هو محمد يا رئي تسمعه وده اللي حصل التشجيع على التشجير وإعلاقة النبي صلى الله عليه وسلم بالبيئة حدث مرة أن الملك كسر أصدر أو رصد مكافأة مقدرها ربعمائة دينار ربعمائة دينار لمن ينطق بكلمة طيبة اللي يقول حكمة كويسة أيوة أو يقول معلومة قيمة أو يقول جملة مفيدة كلمة كده أو كلمة طيبة يعني له